اشتركوا في القناة 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 توعي الفكرية والسلوكية كما يأتي هذا الاسدار التوعوي بعنوان مكانة المملكة العربية السعودية اسلاميا ضمن تلك البرامج الهالفة الى تعزيز الوعي الفكري بمكانة مملكتنا العبية مملكة الانسانية في نفوس شبابنا رعاهم الله وجعلنا واياهم عونا لولاة امرنا في بناء وطننا وحفظه ورعايته فمنذ ان وحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الى سعود البلاد واعلن في مرسوم ملكي صدر عام 1351 هجرية الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر عام 1932 ميلادية تسمية المملكة العربية السعودية رفرف علمها حاملا شعر التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله لتحمل هذه الدولة المباركة امانة عظمى في حمل لواء الاسلام دينا وتطبيقا ودعوة وسلوكا في اثر هذه الاقوال المأثورة من ملوك المملكة العربية السعودية التي تجسدت في اعمال سطرها التاريخ لتكون شاهدة لهم في الدنيا مدخرة لهم باذن الله تعالى يوم القيامة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في عهده رحمه الله كان امن الحرمين الشريفين والعناية بهما اهم اولوياته وقد خلد التاريخ مقولته انا ادعو لدين الاسلام ولنشره بين الاقوام وانا دعية لعقيدة السلف الصالح وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان فخرنا وعزنا بالاسلام في عهده شجع رحمه الله طباعة الكتب وخاصة الكتب الدينية ووزع كل ذلك دون مقابل واهتم بالدعوة الاسلامية ومحاربة البدع والخرافات وانشأ هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وامر بتوسعة الحرم المدني فشرع في ذلك قبيل وفاته ووفر الماء والخدمة الطبية والوقائية لراحة الحجاج الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود جاء الاسلام فنقلنا من الضعف والمهانة الى اعلى الدرجات فكنا امنع الناس جانبا وكنا القادة وكنا الهدات الداعين الى الله ان اجتماع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم ولما شملهم هو اعظم ما يجب على كل مسلم ان يعمل لتحقيقه في عهده رحمه الله تم انشاء الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة وانشاء اول صالة لاستقبال الحجاج وجعل توسعة المسجد النبوي بالمدينة المنورة والشروع بتوسعة المسجد الحرام اهتمامه كما انشأ المعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الملك فيصل ابن عبد العزيز اهل سعود يجب على المسلمين عامة وعلى العرب بصفة خاصة ان يتصلوا ببعضهم وان يتفاهموا وان يعتصموا بحبل الله معاذ الله ان يعترض الاسلام سبيل التقدم فهو دين التطور ودين العزة ودين الكرامة وان نغتنم الحج فرصة لبحث سبيل النهوض بالمسلمين قدم الملك فيصل ابن عبد العزيز كل عون ودعم لقضايا العالم الاسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية وامر بتوسيع الحرامين الشريفين وكان ناشطا في الدعوة الى التضامن الاسلامي والى التعاون العربي الاسلامي وتبنى مشروع حركة التضامن الاسلامي الرامية الى اقامة تعاون وثيق بين دول العالم الاسلامي قاطبة لتقف الامة الاسلامية في وجه الاخطار التي تهددها وتقتحم ديارها فدعا الى عقد مؤتمر اسلامي يكون على مستوى القمة يرجى منه نفعا جليلا للاسلام والمسلمين في شتى بقاعهم وقد انشأت رابطة العالم الاسلامي التي كانت لها الريادة في تنظيم عقد مؤتمر القمة الاسلامي الاول لترسيخ مفهوم دعوة التضامن الاسلامي الملك خالد بن عبد العزيز الملك فاهد بن عبد العزيز المملكة العربية السعودية هي واحدة من دول امة الاسلام وهي منهم ولهم نشأت اساسا لحمل لواء الدعوة الى الله ثم شرفها الله بخدمة بيته وحرم نبيه فزاد بذلك حج مسئوليتها وتميزت سياستها وتزايدت واجباتها في عهده رحمه الله افتتح مجمع الملك فاهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة وانشئت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة وضم اليها شؤون الدعوة الى الله في الداخل والخارج وامر بتوسعة المسجد الحرام بمكة والساحات المحيطة بالمسجد وتوسعة المسجد النبوي والساحات المحيطة به الملك عبد الله بن عبد العزيز اهل السعود ليعلم كل مواطن كريم على ارض هذا الوطن الغالي بانني حملت امانة التاريخية تجاهكم واضعا نصب عيني همومكم وتطلعاتكم وامالكم فعزمت متوكلا على الله في كل امر فيه مصلحة ديني ثم وطني واهلي مجتهدا في كل ما من شأنه خدمتكم فان اصبت فمن الله وتوفيقه وسداده وان اخطأت فمن نفسي ومن منجزاته رحمه الله توسعة الحرمين الشريفين ومشروع منشأة الجمرات ومشروع قطار المشاعر والحرمين ومشروع توسعة المسعى مع مشاريع تطوير الشامية ومشروع ساعة مكة العملاقة وانشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات الملك سلمان بن عبد العزيز اهل السعود يجب على شبابنا ان يعرفوا كيف تكونت هذه الوحدة المبنية على العقيدة الاسلامية وحدة عربية اسلامية سنواصل انتهاج ملوكنا منذ عهد الملك المؤسس والملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله بن عبد العزيز رحمهم الله على نهج اسلافهم والدهم النهج الذي يجمع ولا يفرق اسأل الله ان يوفقني لخدمة شعبنا العزيز وتحقيق اماله وان يحفظ لبلادنا وامتنا الامن والاستقرار وان يحميها من كل سوء ومكروه ان عليكم ايها الابناء واجب عظيم تجاه دينكم ثم وطنكم لابد لنا من التمسك بالدين والعقيدة من انجازات الملك سلمان حفظه الله اشرافه على عملية توسعة الحرمين الشريفين وقام بنفسه بغسل جدار الكعبة المشرفة واشرف على خمس مشروعات خاصة بتوسعة المسجد الحرام والساحات والانفاق والمبنى الخاص بالخدمات بالاضافة الى الطريق الدائري الاول واشرف على مشروعات توسعة الحرم النبوي واطلع على المخططات الخاصة بتوسعة المسجد النبوي وتوسعة مسجد قباء بالاضافة الى مشروع دار الهجرة وبقية المشاريع المتعلقة بذلك كما أمر بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل السعود للحديث النبوي الشريف اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ ووفق أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم يا إلهنا العزيز نسألك أن توفق عبدك سلمان بن عبد العزيز إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد اللهم كن به حفيا واجعله هاديا مهديا رضيا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أمده بالصحة والعافية واجزه خير الجزاء جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين وكفاء ما قدم للحرمين الشريفين وقاصدهما اللهم اجعل ذلك في موازين أعماله الصالحة يا ذا الجلال والإكرام وبارك له في عمله وعمره يا حي يا قيوم اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان يا ذا الجلال والإكرام يا ديان يا منان اللهم وفقه لما تحب وترضى اللهم وفقه لما فيه الخير للبلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر وارحم لمؤسس هذه البلاد المباركة اللهم أمطر على قبره شآبيب الرحمات والغفران والرضوان وأسكنه أعالي الجنات يا رب العالمين اللهم أدم على بلادنا عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وتلاحمها يا ذا الجلال والإكرام